موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السنة الحادية عشر من البعثة ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مكة طوال العام لكن أبواب الدعوة في ذلك الوقت كانت مقفلة تقريبا فكان لابد أن ينتظر موسم الحج القادم حينها ليعرض الأمر على وفود القبائل التي ستأتي للحج فعرض الإسلام على القبائل قبيلة قبيلة وفدا وفدا الأمر الذي شكل الخطر على قريش أن تجد الدعوة حاضنة جديدة تؤمن بها وتحميها اليوم في المنتدى الدعوي نتساءل عن الدعوة الإسلامية ما قبل الهجرة وكيف كان أثر لقاء القبائل والوفود في السنة الحادية عشر أو الحادية عشر من البعثة على هذه الدعوة وما هي الدروس الدعوية المستفادة من بيعتي العقبة أيضاً أرحب بضيفي هنا فضيلة الشيخ مجد مكي المختص في علوم الكتاب والسنة أهلاً ومرحباً بفضيلتكم شيخنا في هذا اللقاء في المنتدى الدعوي شرفتمونا أهلاً وسهلاً بكم وأنا شرف لي أن ألتقي بكم وفي هذه القناة الناشئة النافعة إن شاء الله تعالى وأن يكون لقائي مع فضيلة الأستاذ الداعية الدكتور عبد الوهاب الطريري حفظه الله ورعاه وتولاه وأهلاً وسهلاً بالجميع حفظكم الله وجزاكم الله خيراً ونرحب بشيخنا الدكتور عبد الوهاب الطريري الداعية الإسلامي أهلاً ومرحباً بكم معنا في هذه الحلقة فضيل الدكتور مرحباً بكم وحياكم الله وحيا أهلاً بشيخنا وأستاذنا الشيخ مجد ولقاء مبارك ونافع بإذن الله ربي أحفظكم يا سيدي لو نبدأ مع فضيلة الشيخ مجد مكي لو سمحتم لنا بذلك بعد إعلان الدعوة في مكة كيف كانت أثر مرحلة لقاء وفود القبائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه المرحلة التي نتحدث عنها هي مرحلة لإعداد لنشوء الدولة المسلمة والإعداد قبلها للهجرة إلى ذلك البلد الذي احتضن تلك الدعوة وتهيأ لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتر ولم يتوانى عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن البحث عن بدائل لما كان يلقاه من تعنت كفار قريش وصلفهم وعنادهم وغرورهم وما يتعرض له أصحابه رضي الله تعالى عنهم من استضعاف وتعذيب وغير ذلك من ألوان كثيرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهد بكل الأسباب والوسائل في تبليغ الدعوة وفي الحرص على نجاحها والأخذ بتلك الأسباب ومن ذلك حرصه صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدعوة في أيام الحج فكان ذلك اللقاء الأول تمهيد للقاء الذي تلاه في العام الثاني عشر ثم تمهيد للقاء الأكبر والأوسع في العام الثالث وهو في العام الثالث عشر لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تمهيدا بعد ذلك لهجرته وانطلاق الدعوة والدولة المسلمة في المدينة المنورة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تبليغ الدعوة وقد لقي صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم وقد كان من قبل يخرج للأسواق يعرض دعوته وما من مجمع من مجامع إلا ويحرص على تبليغ الدعوة وعلى الحرص على هداية الناس فكان يعرض نفسه على القبائل التي كانت تأتي إلى مكة ليتعرفوا على دعوته وليقبلوها فكان في العام الحادي عشر وهو الحقيقة العام التمهيدي الأول لقي مجموعة من شباب الخزرج وكانوا ستة فعرض عليهم صلى الله عليه وسلم دعوته وبعث وبعث معهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كانت بعثة مصعب بن عمير الذي سمي السفير الإسلام كانت بعثته بعد بيعة العقبة الأولى فما قبل البيعة العقبة الأولى وإن كانت يعني لو أردنا أن نسمي السنة الحادي عشر الأولى والثانية الثانية عشر والثالث الثالث عشر ولكن اتفق المؤرخون على جعل بيعة العقبة على جعلها في مرحلتين لكن المرحلة الأولى التمهيدية لا تقل أهمية عن البيعتين الأخريتين ففي الأولى لقي هؤلاء الشباب من الخزرج وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة المنورة فسمعوا منه صلى الله عليه وسلم ما علموا أنه هو الذي كان اليهود يستنصرون به وهو الذين يعرفون صفته فقالوا نسبقهم إلى الإيمان به وابتدأ الإسلام ينتشر في بيوت المدينة المنورة ثم بعد ذلك في العام التالي في السنة الثانية عشر للهجرة جاء وفد جديد فكانت بعد ذلك بيعة العقبة الأولى التي ستكون محور الحديث وما يتصل بها مما نسمعه من الإخوة المشاركين في هذه الندوة طيب أنتقل للدكتور عبد الوهاب الطريري وأوجدد الترحيب به بما يتعلق هنا بالأسليب الدعوية التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الوفود والقبائل ما قبل الهجرة كيف ترسمها لنا وما الخلاصات الدعوية التي يمكن أن تكون منهجا للدعاة اليوم إخوة المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية من عند الله مباركة طيب ما دام أن الحديث سيكون عن الهجرة والدعوة التي أثمرت الهجرة فأحب أن أنأكد على نقاط تمهيدية لها تفضلوا فإن أذنتم لي تفضلوا النقطة الأولى أن الهجرة كان يعد لها في غيب الله قبل أن يولد النبي أو يوجد كان يعد لها في الغيب البعيد قبل أن يولد النبي أو يوجد فإن سألت كيف ذلك فإن الله أنزل خبر الهجرة في علاءة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنزل وصف مهاجرته في رسالة مهاجره في رسالة الرسل ولذلك عندما أتى اليهود اتخل اليهود إلى الجزيرة العربية كانوا يمشون معهم خريطة وصفية أي أرض فيها حرار ونخل يمكن أن يكون هذا مكان النبي فنزلوا في وادي القرى وفي خيبر وفي المدينة وفي فدك القاسم المشترك بين هذه الأماكن هذا الوصف الشيء الثاني أن الله عز وجل يسر أن الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو هاشم بن عبد مناف ذهب إلى غزة ماراً بالمدينة وفي المدينة تزوج ثم ذهب إلى غزة ومات بها ولذلك سم إلى اليوم غزة هاشم ولد له في المدينة ابنه عبد المطلب بن هاشم فعبد المطلب ولد في المدينة ملاحظ هذا الآن توطئة في الغيب البعيد الرسول لم يوجد إلى الآن هذا كل تمهيد إلى هذا الحدث العظيم كل هذا تهيئة بهذا الحدث العظيم بالغير ثم عاد بعد ذلك عبد المطلب إلى أهله في مكة وأخوال عبد المطلب في المدينة لهم الخزرة ولد لعبد المطلب بنون منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج عبد الله السيدة آمنة ثم أرسله أبوه إلى المدينة ليجلب إليه منها تمر لما ذهب إلى المدينة وهي بلد وخمة فيها الحمى مرضة عند أخوال أبيه ومات عندهم في مكان في بيت يسمى بيت النابرة وبيت النابرة بعروف في المدينة إلى عهد قريب الآن دخل في التوسع فلاحظ الآن المدينة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها جده ومات فيها أبوه لاحظ الشيء الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل زادت أشواق سيدة آمنة إلى زوجها الذي مات والذي لم تعيش معه إلا فترة قليلة فذهبت تزور قبره في المدينة وأخذت معها ابنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طفلا في الثالثة من عمره كأن هذه رحلة استكشاف تهيئة وتصور للمكان ونزلت سيدة آمنة في بيت النابرة عند قبر زوجها لأن عبد الله عندما توفي دفن في بيت النابرة فنزلت عند قبر زوجها وبقيت ذكريات هذه الرحلة في مخيلة النبي ولذلك بعد أن هاجر كان يقول وهو يشير إلى حاطف المدينة يقول كنت أنا وأنيسة نتبع طائرا على هذا الجدار وأنيسة كانت طفلة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني يوم كنت صغير وأتيت مع أمي كنت أتبع طائرا هنا وتعلم النبي السباحة في آبار المدينة نعم النقطة الرابعة عندما نزل الوحي على النبي في غار حراء وذهبت به السيدة خديجة إلى ورقة ماذا قال له ورقة قال له ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخلدك طوما ففجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أول مخلجي يهم قال نعم لاحظ جاء مع الوحي خبر الإجراء الله أكبر كل هذه توطئات في الغيب البعيد وهذا كلهما قبل الهجرة هنا بداية الدعوة بدأت مع نزول الوحي قبل مولد النبي وقبل الهجرة نعم بعد أن بعث النبي نزل عليه الوحي أنه سيهاجر من مكة نعم وسيفتح عليه وأن مكان هجرته أرض ذات حرار ونخل وأريها النبي صلى الله عليه وسلم في المناة لكن لم تعين له لم يقل إنها المدينة ففكر النبي أرض ذات نخل يمكن اليمامة اللي هي منطقة الرياضة الآن في المملكة العربية السعودية أو يمكنها هجر اللي هي منطقة الأحساء لأن هاتان المنطقتان مشهورتان بالنخيل قال النبي فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر لما انتشرت الدعوة في مكة بدأ بعض المسلمين من القبائل يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجرون إليه في مكة فماذا كان يقول لهم كان يقول لهم ارجع إلى قومك حتى تعلم أني قد ظهر يعني هاجرت وظهرت ثم الحق بي فحتى المهاجرون إليه في أول الدعوة كان يخبرهم أنه سيهاجر ويبقى جميل جدا هذه التوطيئة توطيئات للهجرة جميل جدا ربما سنعود لنا تحدث عن الوسائل الدعوية التي تم استخدامها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة بعد هذه الأجواء التي صراحة أخذتنا فيها إلى التاريخ من خلال اسلوبكم الجميل والطرح الذي طرحتمه بهذه المماهدات إلى الهجرة النبوية وهذا كله ما قبل الهجرة شيخنا شيخ مجد مكي بالعودة إليكم هنا فيما يتعلق بهذه المماهدات للهجرة التي تحدث عنها فضيل الدكتور عبدوهاب طريري يعني ما تعليقكم على ما سمعتم قبل أن نبدأ والله تعليقي هذا يعني تأصيل علمي مهم لهذه القضية يعني الكثير ينظر إلى الهجرة وإلى أسبابها فيجعلها أسباب يعني بسبب الاضطهاد بسبب ما يدعو إلى قيام الدولة الإسلامية لكن الحقيقة هذا الأمر يعني له إرهاصات وله مقدمات وله يعني ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته بالدلائل الكثيرة التي تدل على ذلك وخاصة في مهدي يعني نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وقوله متعجبا من قول ورقة أو مخرجيهم فقال ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي فهذه سنة الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم وفي هجراتهم المتتابعة وهي معادات يعني معادات الناس أكثر الناس لهم وعدم تصديقهم نعم فلذلك أخبره بهذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن يعني هجرته يعني لأسباب تتعلق بطهاد كفار قريش وما إلى ذلك إنما كانت بوحيا من الله عز وجل وكانت بإعلام من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأرض الهجرة التي سيؤول إليها ويقيم فيها ويكون فيها صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يعني وفاته ويحيط به الأنصار وتقوم فيها دولة الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويمهد لنجاح الهجرة ونجاح قيام الدولة التي سيقيمها صلى الله عليه وسلم بعد هجرته فكانت يعني هذه البيعات التي فيها معنى الالتزام والطاعة والبذل والعطاء وصدق الوفاء التي تحققت من أولئك الذين جاءوا من المدينة ليحملوا الدعوة ولتنتشر بعد ذلك في بيوت المدينة كل ذلك يعني كان تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى وتمهيدا لما وعده الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من تلك الإرهاصات التي تفضل الأخ الكريم الدكتور عبدالوهاب بذكرها فهي يعني ليست هجرة كما يتصور من أجل أمور اقتصادية أو قضية سياسية أو قضية إنما هي الحقيقة قضية الدعوة التي تعهدها الله عز وجل والتي أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير من الدلائل التي تدل على تحققها وعلى أن تكون المدينة المنورة بأوصافها وبمعالمها هي مهجر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مثواه الأخير صلوات الله وسلامه عليه وفيها يعني مسجده وفيها بعد ذلك قبره صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك أمر يتعلق بإعلام الله عز وجل للنبي يعني لم تكن مجرد أمور اجتهادية بل هي أمور يخططها ويرعاها وحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ويتعهده بها من يعني في كل مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم وهجرته وما يتصل بذلك بالنسبة للبيعات هنا البيعات التي جرت وأبرزها ربما باعة العقبة الأولى التي هي مهور حديثنا اليوم كيف يعني تجعلنا خلينا نعيش في تلك المرحلة ما الذي كان يجري فيها كيف تمت هذه البيعة وماذا يستخلص منها يعني البيعة الثانية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وحضر فيها يعني أكثر ممن حضر في العام السابق في العام الحادي عشر وكانوا إثني عشر رجلا وفيها بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على قضايا إيمانية وأخلاقية وفيها يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم وتركيز على هذه الأمور فالقضية الأولى هي قضية التوحيد بايعون على ألا تشركوا بالله شيئا فهذه القضية الأولى التي هي أساس دعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه البيعة التي بيعهم عليها وهي بيعة العقبة الأولى والعقبة يعني كما هو معلوم كانت هذه البيعة في أيام الحج والعقبة موضعها في مينة ويعني ما ذالت يعني معالمها ومكانها ونحن في مينة نعرف أننا من مناسك الحج هناك يعني جملة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى ونحو ذلك ففي ذلك الموضع في مينة قرب مكة المكرمة كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بيعة العقبة الأولى وبايعهم كما يعرف هذه البيعة تعرف ببيعة النساء هذه ترتيبها تأتي البيعة الثانية هذه الثانية التي كانت في السنة الثانية عشر للهجرة وهي تسمى البيعة الأولى الأولى تمهيد لها هذه البيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشر للهجرة فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على لا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزن ولا يأتون ببهتان يفترينه يفترونه بين أيديهم وأرجولهم هذه البيعة لم يكن فيها البيعة على الجهاد والقتال التي كانت بعد ذلك وهي أن يحمونه من أعدائه كما يحمون أنفسهم لأن يعني لأن هذه مرحلة الجهاد القتالي والإعداد له مرحلة لم تكن إلا بعد قيام الدولة أما المرحلة الأولى فكانت مرحلة البيعة العقبة الأولى كان العناية فيها في تأكيد على أمهات الفضائل ومجمع الأخلاق التي يعني دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين جميل ففيها توحيد الله عز وجل وفيها الامتناع عن السرقة وامتناع عن الزنا وعن قتل الأولاد وكذلك عن الإتيان ببهتان وفيها أيضا البيعة على عدم المعصية وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف وهو الأمر المتعارف عليه المعروف ما تقره العقول السليمة وما تقره الأعراف السليمة أيضا وما يقره الشرع فهذه الطاعة بالمعروف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يوحى إليه لكن تأكيده على ذلك لمن بعده ممن يبايع على الطاعة أن لا تكون الطاعة إلا في المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر ولكنه أكد على ذلك لتكون هذه البيعة لتكون نبراسا بعد ذلك للمسلمين في تأكيد على هذه القيم وأن لا تكون هناك طاعة عمياء أو طاعة في مخالفة لشرع الله عز وجل فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مركزا كما قلنا على قضية التوحيد وعلى قضايا الأخلاقية وعلى دعوة في المعروف وعلى الطاعة بالمعروف دون أن يذكر الجهاد القتالي أمهات الفضائل ربما كما أشرتم إلى ذلك وسنعود سنعود نفصل أكثر في هذه النقاط ولكن اسمح لي أن أنتقل لفضيل الدكتور عبدالوهاب طريري فيما يتعلق بما سألتكم عنه قبل قليل وهو الوسائل التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الوفود والقبال وكذلك الأمر متحدث عنه شيخنا الشيخ مجد مكي فيما يتعلق ببيعة العقبة هنا كثيرة هي الوقفات ماذا عنها دكتور نارحبيب أولا بالنسبة لأرض النبي صلى الله عليه وسلم رسالته وبلاغه للناس نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أنزل عليه في ثاني نزول للوحي يا أيها المدستر قم فأنذر وإلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم وهو يعيش حالة استنفار دعوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلال ثلاثة عشر سنة يعيش حالة استنفار وجهد واجتهاد مع كثرة الصدود والإعراض والمواجهة إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يكل ولا يموض ينطلق من موسم إلى موسم ومن سوق وعندما نقول سوق لا نقصد مكان تجارة الأسواق عند العرب السابق كانت أسواق موسمية يعني يجتمعون في العام في مكان معين فالسوق الموسمي هو ملتقى لأناس متفرقين وهذا النوع موجود إلى الآن في كثير من الأرياض إنه يكون سوق الخبيس سوق الجمعة العرب كان عندهم أسواق سنوية فكانت الأسواق السنوية في عكاب وفي مجنة وفي ذي المجاز وفي بدر وفي ميناء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى هذه الأسواق إلى السنة العاشرة وكانت دعوته قولوا لا إله إلا الله طوال عشر سنوات إلى أن توفي أبو طالب كانت دعوته عرض الرسالة على الناس وكانت حقيقة اللي يتأمل المشهد وينظر إليه بالعين مكبرة يتساءل أي نفس قوية تلك التي كانت تحتمل ما كان يحتمله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخطى الناس في أسواقهم حيث الفخار القبلي وحيث الخمور وحيث التنافر بين القبائل يعرض دعوته وخلفه قومه لا ينصرونه ولا يؤيدونه وإنما يكذبونه يعني هو يأتي إلى قبيله ويقول إني رسول الله إليكم ويمسي خلفه عمه أبو لهب يقول لا تصدقوه نحن قومه أعرف به إنه كذاب ما هي هذه النفس التي تحتمل هذا المشهد وتظل مصرة ثابتة على دعوته أي إنسان يقف مثل هذا الموقف قومه المفوض ينصرونه هم اللي يمسون خلفه ليكذبون وأقرب الناس إليه يا لله وأقرب الناس إليه هذه تخور فيها وتنهار أقوى العزائم لكن عزم نبيك صلى الله عليه وسلم هو عزم كل العزم من الرسل يا سلام تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة شدائد وكروب تنهار فيها أقوى العزائم فيتحملها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عندما قالت أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم هو أشد من يوم أعبد لأن وعي سيدة عائشة لم يعي أشد من يوم أحد لصغر سنها أشد شيء لقيه النبي في وعيها يوم أحد قتل فيه عمه وصدع أصحابه وشج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه وقتل سبعون من أصحابه كان يوما شديد العنى على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل مر عليك يوما أشد من يوم أحد فكأنما نكأت جرحا غائرا كان يداريه فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك أذى شديدا وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلا يعني عندما ذهب إلى الطائف لأنه ذهب إلى الطائف بعد وفاة أبي طالب وبعد أن طاقت عليه مكة وازدادت جرأة قريش فذهب إلى الطائف لعله يستنبت دعوته في أرض جديدة والطائف قريبة من مكة فذهب إليها في فصل الصيف في فصل الصيف تكون قريش في مكة في الطائف فخذلت عنه وشبتت به فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام في الطائف أكثر من عشوة أيام وأرض دعوته وأمل أن يقبلها أهل الطائف فردوا عليه أقبح الرد وارغوا به سفاء أو الآن سيرجع إلى مكة التي خرج منها فكيف سيستقبله أهل مكة بالشماتة بالجراءة عليه بشدة الأذى فعاد صلى الله عليه وسلم مغموماً مكعوباً لا يشعر بما حوله وقطع الطريق من الطائف إلى قرن الثعالب الذي هو مقاتف النجد يسمى الآن السير الكبير المسافة ستة وأربعين كيلو قطعها النبي مشياً وهو لا يشعر بنفسه مغموماً ويدعو وينعجي ربه اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة احتيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضحفين إلى من تكلني ضاقت عليه الأرض مكة الآن تجرأت عليه والطائف ردوا عليها إلى أين يباب إلى من تكلني إلى قريب يتجهمني إلى قاعد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أباني خير أن رحمتك أو سألي مظل مغموماً فما أفاق من استغرابه النفسي إلا أن السماء قد صدعت والبلائكة قد تنزلت وإذا جبرايل يقول له يا محمد إن ربك قد سمع مقالة تقوم بك لك وما رد به عليك وهذا ملك الجبال مره بما شئت أسلم عليه ملك الجبال وقال إن الله أرسلني إليك فمرني بما شئت يعني أنت مكروب أنت مغموم أنك بترجع إلى مكة أنت مغموم تخشى من شدة جراءتهم مغموم تخشى من شماتتهم إن شئت أطبق الجبال عليهم ودفنتهم تحت أحسارها فمرني بما شئت فكان مصير قريش بين شفتي النبي صلى الله عليه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبال دعني أفكر شوي أصبر أنتظر شوي قل لبكرة الصباح أرد عليك وإنما جاء جوابه سريعا مثل الطلقة لا أستأني بهم أنتظر بهم تنتظر ما قالك 13 سنوات معهم أنتظر الجيل القادم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعقده لا يشفك به شيء وهذه هنا المنهجية التي وضعت الأساس هذه المنهجية هي وروح الهدف والصمود إليه وأن لا تشغل عنه الأهداف الصغيرة شهوة الانتقام من أقوى الشهوات في النفس لكنها لم تسعق على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تغير مسار هدف فلأنتظر سأضل أدعو وحتى لو الأمن يستجب هذا الجيل كله أنتظر الجيل القادم يا سلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حال استنقار دعوي برغم كل هذه المثبتات وبرغم كل هذه الشدائد استمر على هذه الدعوة لا يكل ولا يمل ينوع في الأساليب وينوع في الأماكن يذكرنا بقول نوح عليه السلام إني دعوت قومي ليلا ونهارا أسررت لهم وأعلنت لهم وأسرت لهم إصرارا يعني نوع كل الطرق دعاهم فرادا ودواعاهم جماعات ودعاهم قبائل دعاهم قطفات وتنقل في أسواقهم وفي بلدانهم كلها بلاغا لرسالات الله لكن بعد وفاة أبي طالب صار يعرض على الناس التحيب والنصرة صار يقول من يؤويني؟ أول يقول أعبد الله الآن صار يقول من يؤويني؟ حتى أبلغ رسالة الله طيب سنتوقف عند هذه ونعود إليها بعد قليل فضيلة شيخنا دكتور عبد الوهاب طريري وشيخنا شيخ مجد مكي سأستأذنكم الخروج إلى فاصل نعود بعده لنواصل هذا الحديث المتعام معكم مع بحريني من بحور الدعوة والعلم مشاهدين الكرام فاصل أياً كان نوع هاتفك وأياً كان التطبيق الذي تستخدمه واتس أب سكايب تيليجرام أو غيرها من التطبيقات تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية قافي التفاعلية تواصل على مدار الساعة بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv قافي التفاعلية بنقرة واحدة اقرأ لا فعلاً مجرداً بل باسم ربك اقرأ ما في الكون باسم ربك واقرأ ما في الكتاب باسم ربك واجعل حياتك كلها لاسم ربك قاف اقرأ نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قافي التفاعلية على جوالك بنظامي اي او اس واندرويد وتابعنا اينما كنت قافي التفاعلية معك اينما كنت عودة اليكم من جديد مشاهدين ومتابعين الكرام اجدد الترحيب بضيفي هنا في الاستيديو الشيخ مجد مكي المختص في علوم الكتاب والسنة اهلاً ومرحباً بكم مجدداً كما اجدد الترحيب بفضيلة شيخنا الدكتور عبدالوهاب طريري الدعية الاسلامية اهلاً ومرحباً بكم كذلك الامر فضيلة شيخ مجد قبل قليل تحدثنا عن يعني بيعة العقبة تحديداً العقبة الاولى ما هي الدروس المستفادة الدروس الدعوية المستفادة منها بيعة العقبة الاولى تبعتها بيعة العقبة الثانية والتي كان المبايعون فيها اكثر من اثنين وسبعين رجلاً وكان فيها امرأتان من المبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت البيعة فيها على ان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون به انفسهم البيعة كانت فيها على السمع والطاعة في المنشط والمكرة وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكانت هذه البيعة الثانية يعني يعني هي في حقيقتها تحتوي على على كل حقائق الإسلام التي يجب أن يتمثل بها أولئك الذين سيكون مستقبل دفاع عن الإسلام وحمايته ونصرته هؤلاء الذين جاءوا بيع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الأخيرة كانوا من الأوسي والخزرج وهما الجناحان الذين يمثلان الأنصار الذين قامت على جهودهم مع المهاجرين قامت دعوة الإسلام وامتدت وتحققت دولة الإسلام وأخوة الإسلام في أجل معانيها فهذا هذه البيعة التي تحققت يعني في حقيقتها هي البيعة التي بايا عليها صفوة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وكانوا أنصار الإسلام وكان أسلم قبل ذلك يعني من تلك اللقاءات أسلم عمر بن الجموح رضي الله تعالى عنه ذلك الذي قتل يوم أحد والذي أبى إلا أن يقاتل وأن يطأ الجنة بعرجته عندما منعه أبناؤه وأسلم فيها أسلم قبل ذلك عدد من الصحابة وانتشر القرآن في بيوت المدينة وفكان السفير الإسلام مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه هذا الداعية المعلم المصابر الداعية الحقيقة الذي يعني لو أخذنا سيرة مصعب بن عمير في إسلامه وفي دوره في التوطي أهلي في المدينة المنورة وفي جهاده وفي بذله وعطائه يعني كان حقيقة شخص من هؤلاء لكانت يعني الدروس التي نأخذها لا تتسع لها حلقة أو حلقتين فالدروس العامة يعني التي نأخذها فيها معنى المعاني التي ذكرها الأخ الكريم في صبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوة تلك العزيمة التي ينوء تنوء عن حملها الجبال فالنبي صلى الله عليه وسلم في صدق عزيمته وفي قوته وفي صبره وفي ثباته هذه دروس في توكله على الله عز وجل في متابعته ودأبه وتفاؤله وأمله كل ذلك يعني من الدروس التي نأخذها في الإعداد للهجرة النبوية وفي الأخذ بالأسباب فتوكل الصادق على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المتاحة وهذه يعني دروس متعددة نأخذها يعني مما سميناه قبل قليل من الأخ الكريم في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيما لقيه من قومه قبل يعني هجرته صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف كل ذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد لقيام تلك الدولة المسلمة ولتحقيق يعني تلك الهجرة التي أرادها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم فدروس التي نأخذها يعني كل كل لفظ كل كلمة من كلمات البيعة هي دروس دروس يجب أن نحققها والله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين وصفا عاما الذين صدقوا في بيعتهم والذين اشترى الله عز وجل منهم الأموال والأنفس وهو مالكها سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى في وصف أولئك الصادقين في هذه الأوصاف التي تحققوا بها وكانت قامت بخلال تحققهم بها انتصر الإسلام وتمثل في قدوات حقيقية نلمسها ونراها في قرآن يمشي على الأرض ويتمثل في هذا الجيل القرآني الفريد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فالجهاد وهذه الحقائق مقررة في الكتب السماوية السابقة نعم ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذه أوصاف أولئك وهي تحققت في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الأميرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين كل هذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها أولئك الذين صدقوا في بيعتهم وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا الدعوة وقاموا بتكاليف تلك الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتحققت تلك الانتصارات وتلك الأمال والبشائر التي كانت تباشيرها تبتدئ بالإعداد للهجرة النبوية التي تحققت بعد ذلك في قيام دولة الإسلام في تأسيس المسجد وفي أخوة الإسلام التي كانت بين المهاجرين والأنصار والتي كانت بعد ذلك في الإعداد للجهاد القتالي الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم في معارك تحقق فيها النصر وتحققت فيها الدروس الكثيرة التي يجب أن نأخذها ونستفيد منها ونستلهمها ونحن نودع عام هجري ونستقبل عاما هجريا آخر فكانت البيعة العقب الثانية في الثالث عشر منذ الحجة فكانت في مواسم الحج في مواسم الحج التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل تلك المناسبات وتلك التجمعات ليبحث فيها عن من يحمل معه الدعوة ومن يبلغ الرسالة التي بعث بها للعالمين فكانت كل ذلك توطئة وتمهيد لقيام هذا الجيل القرآني من المهاجرين ومن الأنصار وقيام ذلك المجتمع المسلم الذي تحقق من خلال تلك النماذج الفريدة من صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عودة إليكم دكتور عبد الوهاب عفوا فيما يتعلق هنا بالنقطة التي توقفنا عندها قبل الفاصل وهي وفاة أبو طالب وطلب النصرى والدعوة كذلك الأمر نعم هناك نقطتين نعم هذه صوت واضح واضح هناك نقطتين حقا أحب أني أذكرها تتمة أوصلة للكلام لأن الكلام عن البيعة قد استوفاه شيخنا الشيخ مجد وما يجري فيها فأنا دعوني في الإطار تفضل هناك نقطتين مهمتين النقطة الأولى في توطئة وتدبير الله عز وجل للهجرة فكانت قريش تمكر والله عز وجل يدبر وتدبير غيبي ما اتضح إلا بعد اكتمال المشهد وذلك أنه في السنة السابعة من البعثة حصلت في المدينة النبوية التي كانت يثرب ذلك الوقت معركة عنيفة بين الأوس والخزرج القبيلتين اللي في المدينة الخزرج هم القبيلة الكبيرة والأوس القبيلة الصغيرة التي تسكن في عالية المدينة في قبا وما حولها والخزرج يسكنون في نواحي المدينة الأخرى والخزرج أكثر عدداً حتى أن الناس يسمون أهل المدينة الخزرج أوسها وخزرج فقامت هذه المعركة في مكان يسمى بعاد فسميت معركة بعاد العجيب في هذه المعركة أنه قتل فيها الزعماء الكبار للأوس والخزرج أنها معركة طاحنة فتصفيت القيادات الكبيرة في المدينة كأنما تفسح الصف للقيادات الشاب الشيء الثاني إن هذه المعركة انتصر فيها الخزرج في الجولة الأولى ثم انتصر الأوس في الجولة الثانية فصار الانتصار للأوس والأوس هم الأقل والخزرج هم الأكثر ولذلك بقي الأوس والخزرج في حال تنافس لا الأوس تسلم للخزرج لأنهم انتصروا عليهم ولا الخزرج ستسلم للأوس لأنهم أكثر منهم وبقوا ثلاث سنوات في حال تنافس شديد نعم وكانت هذه المعركة تهيئة للهجرة لأن طرفين متنازعين سيقبلون جميعا بطرف ثالث فالخزرج والأوس يقبلون أن تكون الزعامة لمن ليس أوسيا ولا خزرجيا لكن لا الأوس تقبل خزرج ولا الخزرج تقبل أوس نعم وهذا كان من صنع الله الشيء الثاني أن القيادات الكبرى اللي كان متوقعا أنها تعارض للدعوة انتهت صفية بقي منها واحد اللي هو عبد الله بن أبي بن سلون كأن ما هو عين لو بقي البقية ماذا سيصنعون أي والله أما الوقف الثاني التي أختم بها فهو نتفكر ما الذي جعل الخزرج والأوس يقبلون دعوة النبي مباشرة بينما قريش النبي جالس عندهم ثلاثة عشر سنة يعرض الدعوة عليهم ولم يستجيبوا وهلو لهم مجلس واحد جلسوا مع النبي وعلى طول وقت لماذا هذا للأمران الأمر الأول التنافس اللي بينهم ففرحوا بوجود زعامة خارجية والأمر الأول الأهم أن لديهم علما من علم أهل الكتاب هم مش بيكون لكن يجاورون يهود ويهود يستفتحون عليهم بأن نبيا سيخرج ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد الآن المعلومة مصدرها منين من أين مصدر المعلومة من الكتاب أي أهل الكتاب من أهل الكتاب نعم اللي هم اليهود اللي في المدينة نعم فمصدر المعلومة يهود المدينة الخزرج الخزرج هم روات عن يهود المدينة المعلومة ما يبع عندهم عند يهود المدينة لاحظ إن الخز الأنصار استفادوا من هذه المعلومة التي أخذوها من اليهود فهتدوا بها طيب اليهود اللي عندهم المعلومة ماذا صنعوا كفر فاللي معهم المعلومة لم يستفيدوا منها والذين سمعوا المعلومة هتدوا بها وهذا يبين لنا إن الهداية منحة إلهية فرب حامل هدى غير محتدين ورب حامل فقهم غير فقيم يعني هؤلاء سمعوا معلومة من اليهود ونفعتهم اليهود اللي معهم المعلومة ومحتفظين بها ما استفادوا منها وإنما صارت حجة عليه ولذلك هذا يلفتنا إلى عظيم منة الله بالهداية وهذا هو السر في أننا في كل يوم لا يقل عن سبع عشرة مرة ندعو الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا وهنا الهداية ليست هكاء ولا علم وإنما نوع يقذفه الله في القلب وهداية من الله يتفضل بها فاهتدى الأنصار بمعلومة من اليهود واليهود أصحاب المعلومة لم يهتدوا به اهدنا وهنا طبعا في يعني مطلب الهداية نحاول ونسعى نتعلم من حضرتكم ومن فضيلة شيخنا الشيخ مجد مكي لكن صراحة يعني يعني الوقت كانوا يقولون أنه يداهمنا يعني بعد بعد ساعة ولكن تفاجأت أنه الوقت انتهى معي الآن ولا يسعني لا نقدم لك شكر الجزيلا دكتور عبد الوهاب وأود في ختام هذه المقابلة الطيبة أن نستمع إلى رسالتك في دقيقة الدعوة ما قبل الهجرة دروس وعبر ماذا تقول فضيل الدكتور هناك دروس كثيرة لكن أذكرها باختصار شديد النبي صلى الله عليه وسلم دوال ثلاثة عشرة سنة كانت دعوته الدعوة بالموعظة الحسنة لم يرفع فيها عصى ولم يشهر قتالا ولم يأذن به وعندما بايعه الأنصار ليلة العقبة قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل منا بأصيافنا قال لا إني لم أمر بهذا طيب لماذا لم يؤمر هل هو لغز إلى الآن ما نعرفه أو أن السبب معلوم وهو أنها مواجهة غير متكافئة ولذلك لم يحن إبان المواجه وأنه لا يصح أن توجد المواجهة إلا إذا كانت لدى المسلمين اللياقة والقدرة والقوة وأن إقحام الناس في مواجهات غير متكافئة يذهب وقودها زهرت وزهوا أبناء الأمة وتكون نهايتها محصومة قبل بدايتها لعدم تكافؤ القوة هذا هو تقحهم في الهلكة والمهلكة وتفويت لفرص الدعوة وإهدار لإمكانات الأمة وتجاوز لسنن الله في كونه وخلقه وسنن الله لا تحابي أحدا ولذا فإن علينا أن نتعلم من حال النبي قبل الهجرة الصبر في مواطن الصبر والانتظار لقدوم الفرج والتأخل والاستعداد لتكوير القوة والدولة وليس انتظارا سلبيا جزاكم الله خيرا فضيلة شيخنا دكتور عبدوهاب طرير يدعي الإسلام لوجودك معنا في هذا اللقاء في المنتدى الدعوي شكركم جزيلا شكر شرفتنا فضيلة شيخ مجد مكي رسالتكم والأولويات الدعوية في مرحلة ما قبل الهجرة نختم بهذه الحلقة معكم من أهم الأولويات يعني ما ذكره الأخ الكريم في وجود القوة المكافئة والإعداد الذي أمر الله عز وجل به ليس الإعداد يعني كما يظن البعض بمجرد تحريض على القتال دون عدة مكافئة مرهبة لأن الله عز وجل يقول ترهبون به عدو الله يعني يعني يكون هناك قوة رادعة من من الاجتراء على المؤمنين وعلى المسلمين فهذا الحقيقة يعني من الدروس المهمة فيما قبل الهجرة النبوية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالقتال ولم يكن ذلك إلا لحكمة كبرى وإلا يعني كان وراء ذلك يعني ضياع الدعوة فضلا عن يعني قتل صفوة المؤمنين في تلك المرحلة من هذه الدروس التي نستلهمها يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة باختيار الدعاة الموفقين المعلمين فمصعب ابن عمير رضي الله عنه كان سفيرا للإسلام وكان له أثره الكبير والتمهيد العظيم لدخول عدد من الصحابة في الإسلام واجتماعهم في تلك البيعة بهذا العدد الكبير 73 يعني يمثلون في الحقيقة يمثلون دعوة الإسلام وامتدادها بعد ذلك في المعمورة هؤلاء 73 كانوا نواتا بعد ذلك لبناء وقيام دولة الإسلام وتحقيق الانتصارات المتتالية بعد ذلك من هذه الأمور يعني الذي نستفيده ما كان بين الأنصار والمهاجرين الذين وصفهم الله عز وجل وصف الأنصار بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وكذلك وكذلك في شأن المهاجرين رضي الله عنهم ومحاولات التي كان يحاول اليهود لإقاع الفتنة بعدما اجتمعت كلمة الأوس والخزرج على كلمة سواء بعد تلك الحروب الطاحنة والتمهيد الذي ذكره الأخ الكريم في يوم بعاث الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في وذكر النعمة الكبرى التي أنعم الله عز وجل بها عليهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها فهذا هذا المشعل مستمر في هذه الأمة ولن ينطفئ وهو الكتاب والسنة وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله فآيات الله عز وجل تتلى علينا وحي مستمر يعلمنا ونستفيد منه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مستمر لن ينطفئ وسيستمر في هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام بن ماجه بإسناد صحيح لا تزال إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته فهذا الغرس ماذا لا مستمرا يانعا ومتجددا في هذه الأمة يستعملهم في طاعته ونصرة دينه فحري بنا أن نحافظ على هذا الغرس وأن نتعهده برعايتنا كما تعهد النبي صلى الله عليه وسلم غرس الإسلام الذي غرسه في مكة وفي المدينة حتى آت ثماره وأكله الطيب هذه الكلمة التي أحب أن أشير إليها وأن أؤكد عليها اقتباسا حقيقة من كلمات أخينا الكريم الذي يعني تنطق المكتبة وراءه باهتمامه بكتب السيرة وتذكرنا بعلماء السيرة وما قدموا لهذه الأمة من تراث علميا وفير وزاد نحتاج إليه ويجب أن نجدد صلتنا به وأن ننشره وأن نتعلمه وأن نأخذ منه الدروس والعبر يعني ربما أكون في هذه الحلقة تلميذ صغير أمامكم أشكركم جزيل أشكر أنت معي الوقت لكن يعني في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ مجد شرفتنا في هذا اللقاء في المنتدى الدعوي أهلا ومرحبا بك دائما معنا شكرا الله لكم المختص في الكتاب والسنة الشيخ مجد مكي كما أشكر فضيلة الدكتور عبلوها بطريري الدعية الإسلام يشرفنا في هذه الحلقة في هذا اللقاء من المنتدى الدعوي شكرا الله لكم فضيلة الشيخنا وشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة